أيام عصبة تشهدها تونس تذكر بأجواء ما قبل اندلاع الثورة فيها فوضى ورصاص استهدف باعة متجولين في العاصمة أسفر عن مقتل الشاب محسن الزياني برصاص ضابط جمارك بعد محاولة مصادرة السلاع مهربة كانت بحوزته بحسب الرواية الحكومية الحادثة أشعلت الرأي العام في تونس الذي احتج على استخدام الرصاص الذي أدى لمقتل الشاب كما وتساءل عن كيفية وصول شاحنة مهربة إلى وسط العاصمة ومرورها دون رقابة رغم كل الإجراءات الأمنية من جانبه حمل حزب العمال التونسي الرئيس قيس سعيد وحكومته مسؤولية ما يجري ولجوء الشباب في تونس إلى هذه الأنشطة المحفوفة بالمخاطر سعيا للقمة العيش أو اختيار الهجرة غير النظامية في ظل دمار الاقتصاد وعدم وضع أي حلول فعالة للنهوض به ومع تشابه التضامن والتظاهرات الرافضة لمقتل الشاب الزياني في إعادة لمشاهد ما جرى مع البعزيزي الذي كان لوفاته آثر في إشعال شرارة الثورة التونسية يقول مراقبون إن الغضب الشعبي يتزايد مع ارتفاع مستويات البطالة والتضييق على الصحافة تلك التي تحاول نقل معاناة الشارع وهو ما برز جليا في قضية اعتقال الصحفي غسام بن خليفة بحجة الإرهاب وتعلق نقابة الصحفيين التونسيين على حادثة الاعتقال بأنها استمرار لحملات التشويه والتهديد التي تقوم بها السلطات وأجهزتها الأمنية والقضائية ضد معارضيها ضحين على حجاح ضحينينا ضحينينا